السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الحلقة 41 انكمل. الحلقة 40 تكلمت في جزية اعطاء الدواء بالعلف. الان رح نتكلم جزية اعطاء الدواء في الماء. ما اسعفنا الوقت في الحلقة اللي طافت فقلنا انكمل. طيب انا عندي خانات. انا ماسك التلفون بيدي ما في مشكلة. انا عندي خانات. تمام يا اخوان? هذه الخانات. انا عندي مصدر الماء الرئيسي. تمام? رح اجي في المكان هذا. قبل الخانات. قبل الخانات. رح اضع جرك الماء. تمام? لازم مستوى جرك الماء فوق الخانات. اعلى من الخانات. مضبوط زي. ايش نعمل في الجركة? الان نروح للجركة. هذا المصدر الرئيسي. رايح للخانات. هذه الخانات. هذا نازل ماء على الخانات. انا اتي في المكان هذا. واعمل محبس اغلاق. المدخل الرئيسي. تمام? ثم اعمل حرف تي يذهب الى الجركة. او الاناء. كم الكمية كيفك? يذهب الى الاناء. ويخرج من من الاسفل. ويذهب الى الماء تبع العوامات. زي. الآن. الآن. نبتدي من الصفر. اتاني الماء يروح للعوامات. اليوم انا ابي اعطي دواء. اسكر. اسكر. المحبس الرئيسي. وخليه ماشي على طبيعته. ليش? عشان الحمام يشرب الماء المتبقي في العوامات. حتى شبه انشفت العوامات. زي. اقوم اعمل محبس هنا. بعد الجركة. اسكر الذهاب الى الحمام. الخانات. وافتح الخط الرئيسي. الخط الرئيسي راح يمشي يصطدم في المحبس هذا. ما راح يروح للعوامات. خلاص. زي. افتح خط من هنا على الجركل. من فوق. اخليه من فوق. لاني انا راح احط البودر الدواء في الجركل. فافتح الخط الرئيسي. وهذا مسكر. راح يضطر الماء انه يروح ويدخل في الجركل. الاناء. فمع قوة صب الماء راح يختلط يختلط الدواء هنا. طيب ايش نعمل الآن يا ابو عمر. فولنا الجركل ماء. ترسناه ماء. ملأناه ماء. نسكر الخط الرئيسي. خلاصنا ما نبي الخط الرئيسي الحين. ما نبي الا ماء الجركل. اقوم افتح المحبس هذا اللي خارج من الجركل من الاسفل. طبعا الجركل عالي. اعلى من مستوى الخانات. افتح من الجركل من الاسفل. اودي الهوز او البايب الى الخط الرئيسي مرة ثانية. حرف T. وافتح المحبس هابة. هذا مسكر الرئيسي. ايش راح يحصل معاي? راح يحصل معاي انه ضغط الماء اللي في الجركل مهما كان حجمه. هذا شي راجع لك. استخدم عقلك. وفيه دواء راح يصب على الخانات مرة ثانية. راح يصب على الخانات مرة ثانية. الخط الرئيسي مسكر. حتى الحمام يشرب الكمية اللي في الجركل. هذا الجركل. هذا الماء. يصب في الجركل. هذا الخط الرئيسي. هذا محبس هنا. اساس امن على يروح للحمام. اذا سكرت هذا. وهذا الخط الرئيسي. اذا فتحت هذا. راح يمشي الماء. ويضطر انه يدش في الجركل. لان هذا مسكر. ما يروح. زي. انا عبيت الجركل. امتلأ من الماء. الاناء هذا امتلأ من الماء. الرئيسي مسكر. صار فيه دواء في المكان هذا. لازم تعرف قياس الجركل مالك عشان تعرف كمية الدواء. زينا يا اخوان. فول. خلاص. سكرت الخط الرئيسي. افتح من الاسفل. تمام. خلونا نقول الخانات انا خلصت ورقة. نكمل على ورقة ثانية. افتح من الاسفل. وهذا الخط الرئيسي جاي. تمام. عدنا تساوها بطريقتك. خرابيط انا رسمي. زين. افتح المحبس من الاسفل. خلاص. راح يذهب الى الخانات. هذه الخانات. تمام. هذا ماء الخانات. راح يذهب يذهب الى الخانات. خلصت. الرئيسي مسكر. خلصت الشرب الحمام الماي كله. رديت على نفس وضعي. سكرت محبس اللي ذاهب الى الجركل سكرته. وفتحت الرئيسي راح يمشي. يصطدم في هذا المحبس. افتحه. راح يمشي ويكمل على الخانات. هذا كأنه ما لأي علاقة. واسكر المحبس اللي هني. على اساس اذا مشه من الرئيسي. وهذا مسكر وكمل على الرئيسي. وهذا مفتوح. ما يرجع الماء يعبي الجركل. لازم احط محبس هنا يتحكم فيه. اعيد على السريع. نسكر الرئيسي. اه نفتح الرئيسي. ونفتح المحبس الهوز اللي ذاهب الى الاناء. راح يصب الماء هنا. ونسكر اللي ذاهب الى الخانات. امتلأ الخزان. اه اخلي الرئيسي مغلق. وافتح اللي ذاهب للحمام. وافتح المحبس. المحبس. اللي ذاهب للحمام من الجركل اللي في الاسفل. وكمل شغلي. شرب الحمام خلص. اسكر المحبس ما للجركل. اسكر اللي اتي للجركل. وافتح الرئيسي. وافتح هذا. هذا بالنسبة الدواء في الماء. لكن تحذير يا شباب. اكثر من واحد. قالوا سلام عليكم. او بالواتساب. ابو عمر انا عطيت الحمام علاج. فجأة مات كل الحمام. ورأسا اكتب له بالواتساب. حايشته شمس. تمام. يقول لي لا. اقول لها حايشته شمس. يقول لي لا. اقول لي حاليا حنا في الصيف. لو في الشتاء عادي دامنا ما تحوشة شمس. حاليا حنا في الصيف. انت حاطة من الصبح للعاصر. يقول لي نعم. الحمام مات كله. تفاعل الدواء وقلب وانقلب الى اسم. لذلك لازم انقرك يكون مبرد. اذا اضطريت بالصيف وانت في البر او في مكان ما عندك تبريد او شي. اه تضع على الاقل ساعة. ساعة. ساعة ونص. الحمام يشرب واجد بالصيف. العصر تبدل الماي. العصر تضع ساعة. ساعة ونص. لا تخليه تطول في في الصيف. او تعلف. بالعلف. وتفتك. الشمس المباشرة لا تحوش الدواء. يا اخوان دامنا تكلمنا في موضع الادوية. والله العظيم والله العظيم والله العظيم. الاغلب محترفين في حمام الزينة ويفهمون وصعبين ولهم اسامي مشهورة. قسما بالله يا اخوان. ان تفوت عليه موضوع الصبي. يعتمد على الصبي. والصبي بابا ان شاء الله وطاف. يا ان الصبي يتعمد. يا ان الصبي اصلا ما فهم كم الكمية. ما عطى قياس معين. يقولها محمد ها. حط ثانين قرام زين. ما يدرش يا اخوانة كرر. تكفون. الله يرحم والديكم. لا تظلمون العمال. انا مجربها. اكثر العمال. مو فهم انت شو قلت له. ويخاف منك. بعضهم يخاف من معزبة. يا اخوان اقعدوا اياه. سولف معاك كأنه واحد من الرابع يقولها محمد. مصلحتك هذه انت. ولا انت لا تعرفها ولا يعرفك. والتعامل الزينة لله عز وجل. يا محمد هذا قياسك. وهذا قياس علفك. هذا قياس الدواء. وهذا قياس الماء يا محمد. بس حط هذا على هذا. ريحة. ولا تخلطون الادوية بالسلاجة بجانب بعض. خل الادوية عندك في البيت او بغرفة ثانية. اخذ الدواء نفسها. اليوم بتعطي الدواء هذا فقط. لا تخلي عند الصبي اي ادوية ثانية. يا جماعي خربطوا الصبي في بعض الشركات ادوية الاستكاراتها متشابة. يخمط اقرب واحد وسلامه عليك وانت ما تدري شو الطبخة. والله العظيم قاعدة حلف انهم محترفين ويضيعون بها السالفة. انتبهوا. انا شا سوي? صبي قبل عندي سبعة عشر سنة. زين وشغله ان شاء الله انه زين. الله يذكره خير. شا سوي? ما خلي عنده دواء. يقول اشوف هذا الدواء بس بروحي عنده. يقول لي زين. اقول هذا ملعقة تحطها على هذا ماي. زين زين. بس. فانتبهوا من النقطة هذي. وان شاء الله راح نكمل وياكم الاشياء اللي يحسي ان شاء الله انها مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة